بسم الله الرحمن الرحيم وليس نكملين مع بعض في كورس راك تستي طبعا في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عنه بفهم مهم جدا وهو الفاير ايفنت باختصار شديد نخلنا بقى في موضوع ايفنت اللي هو حدث يعني انا دست على الزرار دست على لينك فتح لي صفحة تانية دست على مش عارف ايه كتبت كلمة جبت دادا من الانترنت عملت اي حاجة فده كده بيسمى ايفنت يعني حدث يعني لما دوس هنا ده كده ايفنت لما دوس هنا كده ايفنت طيب المنطق بيقولي ان انا اول لما بدأت الليستين بتاعتي اللي هي دي طبعا المفروض الليستين ده كان مفارغ بالنسبة لك فالمفروض ان انا بدأت بصفر هي فعلا عندي لما اعمل بدأ بصفر فانا قلت له ايه اول تستيكس يبك من اخر سطرين اخر سطرين دولك شغل بتاعي انا قلت له ايه اولا لو كان الكاونتر بتاعي الكاونتر ده اللي هو ايه اللي هو البيب اللي هو البراغراف اللي هو ده طيب انا جبته من الديت و اي دي اسمه كاونتر و جيت هنا و قلت له من فضلك و قلت له هاتلي الكاونتر وهاتلي الاب وهاتلي الداون الاب والداون اللي هو زرار اللي بيزود والزرار اللي بينقص طيب جبته بالتلاتة كده فوق بعض حلو اول خطوة اتأكد ان الليستين بتاعي بادئة سليمة قبل اي حاجة فبقوله اكسبك ان الكاونتر هاتلي بيحتوي على نص فيه كلمة صفر يعني هو كارنت كاون صفر واضحة واضحة طيب فبعدين بقى لحد هنا كده ده طبيعي و احنا عملنا كده مفوش اي مشكلة لحد هنا بقى انا عاوز ادوس على الزرار طيب عشان ادوس على الزرار هلا افتح الشاشة او راح ادوس على الزرار لا احنا طبعا شغالين ايه اه فبقوله فاير ايفنت فاير ايفنت دي حاجة برضو جهزة لتوفرها لنا التستنج الاجبير زي ما انت شاء عشان اتيست بتاعت الايه اليو اار واضحة طيب ضد نوع ايفنت اللي انا عاوزه بان عندي ايفنتات كتير مثلا ايفنت اسمه شنجي شنجي ده اللي احنا بنستخدمه في الامبوت تيكست اللي هو لما بدخر نص عندي انواع ايفنتات كتير اشهرهم الكليك والايفنت فخلينا حاليا دلوقتي مع ايه مع الكليك فانا بقوله كليك اب يعني شغال الايفنت بتاع الاب ده ايه الايفنت بتاع الاب اللي هو الزرار اللي بيزود واحد فبمجرد الصدر ده كده ما بيتكتب بيروح يزود لواحد على الصفر فالمفروض ان الكاونت انا هنا لما دوس كده ايه لو حصلت بقيت واحد هو ده القصة فانا بقوله انا متوقع ان نفس الكاونتر ده اللي كان بصفر من شوية بعد اما شغلت الايفنت ده اصبح كاب واحد فابرا هتلاحز ان ايه ان كل حاجة سليم هنقوله هنا ايه تست كاونتر اب اخد نفس المسود ايه كده كوبي واقوله تست كاونتر دول دول يعني نفس المسود ولكن المرة انا هتست هنا الاب بزيادة هنا هتست دول نفس القصة ان انا اخدت الكاونتر كده 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 ولكن هنا المفروض الكاونتر بتاعي بدل كاب بصفر طب لما انا شغلت دول يعني لما انا قوله دول زي كده هو بصفر ثاني هو دول غاتب كان بصفر يعني خلال نفرش هو بصفر لما انا دوس على الدول ايه بصالب واحد لان صفر سواحد هدينا كاب بصالب واحد واضحة فلما اجا شغلت دول كايني دست على الزرار ده بالزبط نفس الفكرة اللي حصلت عندي هنا اه سلم واحد سلم اثنين فانا عاوز بس اتأكد ان لما دوس هنا هيشتغل معا مزبوط يعني الهدف اصلا من موضوع الايفنت واللينا دي كلها ان انا عاوز اتأكد لما بدوس على الزرار الليست بتاعتي بتتغير يعني لما بدوس على الزرار ده بيزود لي هنا واحد ولما بدوس على الزرار ده بنقصد واحد هو ده الهدف متست بس فباختصر شديد ان انا فجيت قلت له هنا ايه اه الفاير ايفنت دوت كلت دوى يعني النزل لي منه حلو حلو المفروض ان انا بقول له ايه بقول له ايه بقول له توهاف تيكست كونتن واحد طب هو اجاب هاني باص ليه ايه اركز بقى معاه في الحتة ده مهمة جدا لما اجي هنا ايه يا صفر لما اجيه دوس كده فاجاب لي سلم واحد فمن ضمن مميزات توهاف تيكست كونتنت دي ان باختصار شديد ان انا بقوله يكون بتحتوي على كلمة واحد طب هل النص ده بيحتوي على واحد اه واحد وجنبه شرطة زي كده طب انا بقى عاوز ااخد الكلام ده ككيبة يعني اجي هنا اقوله بيساوي سالم واحد زي كده وياخدولي كرقم مش كنص زي ما هو بيحصل طبعا دلوقتي هينجح معي لان انا بقوله المفروض لما دوس على الزرار ناقص وهي صفر بقى سالم واحد فطبعا ان هو ايه هينجح معي ولكن انا مش عاوز كده انا عاوز يتعامل مع دي على انها ايه على انها قيمة ده اللي احنا هنشوفه مع بعض اللغة ان شاء الله طيب احنا اتفقنا مع بعض ان بتتعامل مع الموضوع على انه نصي فانا بقوله لو هي بتحتوي على واحد او سالم يعني واحد او سالم واحد تمام فانا لما بقى اعمل زي كده هي فعلا بتحتوي على واحد فبيجيبها لي بواس ما بتعاملش معها على انها رقم طيب عشان اخد الفاليو يعني هنا عندك الكلام ده موجود فين كهوه تاج اسمه بيه اللي هو البرجراف يعني فانا عاوز اخد النص القيمة اللي موجودة هنا كقيمة كرقم كفاليو عاوز اتعامل معها على فاليو مش عاوز اتعامل معها على انها تكست فما بدقين كده همسح ده هخلي بس كده الكاونتر انا مش عاوز اي كلام مكتوب بامو انا عاوز اكتب كلام بامو او اكتب اي حاجة تاني طيب عندي حال اسمه تو ماتش يعني ايه تو ماتش تو ماتش دي عاملة زي تو هاف تيكست ولكنها يعني تسوي الكلمة بالزبط بمعنى ان اقول له نازم تكون بتسوي الفاليو دي مش التكست الفاليو دي تو هاف تيكست ممكن يعني ممكن مثلا انا عندي عشر كلمات ممكن اقول له ايه بتسوي كلمة فيهم زي مثلا هلو ورلد ممكن اقول له تكون بتسوي ورلد هيجيبها لي صحة يعني ببحث عن جزء نوعية من الكلمة بدي ولكن دي شرط ان هي الكلمة كلها تكون مساوية للنص بتاعي تعالى كده نجرب ولكن طبعا هتديني غلطة مسيطة خلص من النص تو ماتش دي مختصار بيقول لي انا مش هعرف ايه توماتش دا دي عشان الاستخدامها بجيب العنصر بتاع يلي هو الكاونتر دا باجا اقول له دوت حاجة مهم اقو ما باستخدامهاش غير معه دوت يا ايه طبعا انت راجل مفعود في عارف عليه مختصار هو المحتوى بتاع البراجراف دا ايه المحتوى بتاع البراجراف او لما هاتش خاصية بانت اى من خلال الخاصية بكترو صلى المحتوى نفسه ده واتعامل معها على انه قيمة وليس هنا انا بتعامل معها على انه يعني ايه يعني احمد بيساوي احمد بيساوي محمد وكذا طيب عظيم اول تعالى قال لي الاثنين باس تست كاونتر داون وتست كاونتر او بمعنى صح ان انا اول حاجة اتاكد ان الكاونتر بتاعي بيساوي صفر تمام بعد كده شغلت اللي اسمه هين اللي اسمه داون تمام طب لانه ان اول مراتين ولدين واربعها المفروض انه عندي صفر لو انا دست هنا مراتين واربعها هذا بص قلي واحد اثنين المفروض بقت سلب اثنين فانا لو شغلت دا مراتين واربع متوقع ان الناتج يكون سلب اثنين لو قلي يبقى انا كده المسل بتاعتي فيها حقيقة وهنا فبص كان ركز معاي قلي بص لانا شغلت كاين الحركة دي كاين دست على الزرار مرة ثم كاين دست على الزرار مرة تانية طيب ففاير إيفنت دي مختصرش دي عشان اتست بيها اي إيفنت موجود عندي او اي مصل بمعنى صح موجود عندي والنتج بتاعها اقدر اتست النتج بتاعها عن طريقه هاف تاكست قولنا بكتب نطق جزء من الكلمة او تو متش بس تو متش لازم اكتب قبلها ايه جب العنصر بتاعي اسم العنصر دوت انر اتش تيميه عشان اقدر اوصل للمحتوى اللي جوه العنصر بتاعي وبكده اكون شرحت لك الفاير إيفنت طبعا الفاير إيفنت هنشتغل بقى كتير جدا في الشغل العملي بتاعني زائل مجموعة المسل دي الموديل ولسه لسه بقى الكورس بتاعنا لما نشوف فيه ازاي بنتعامل مع الربستات ازاي بنتعامل مع الريدكس ازاي بنتعامل مع الحاجات دي كلها هطلعز ان الحاجات اللي احنا شرحناها في الاساسيات دي بطريقة مبسطة وبأنثلة صغيرة جدا الحاجات دي هنفعك جدا ان شاء الله قدام ولكن استنانا في الدروس القادم لو وصلت لحد الجزء ده من الفيديو ومهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ادخل الاكاديمية وشوف الكورسات المتاحة واشترك في الكورس اللي نسبك او الخطة اللي تنسبك دعمك مهم لنا عشان نستمر في تقديم وتطوير محتوى قوي باللغة العربية ترجمة نانسي قنقر